السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الطعام انطلاقا من قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شأقنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولانعامكم ربنا سبحانه وتعالى اكرم الانسان بخيرات عظيمة وفرة اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة نعمه لا تعد ولا تحصى وهو القائل وان تعد نعمة الله لا تحصوها ولعل من اعظم هذه النعم الجليلة نعمة الطعام لانها قوام حياة الانسان فالطعام من مصادر قوة الانسان وطاقته وغذاء بدنه الحق عز وجل يقول فلينظر الانسان الى طعامه بمعنى انت ايها الانسان مأمور كل ما وضع بين يديك الطعام لتناوله قبل ان تمد يديك وتتناوله لابد ان تفكر ولتنظر فيه وتأمل في من اعده لك كأس الماء الذي تشربه هل لتسألت من اين جاء وكيف اصبح عدبا فراتا بعدما كان ملحا اجاجا هذا الماء الذي سوف تشربه من اعطى خصائص التبخر له من ساق الرياح لتسوق السحاب وكيف اصبح مطرا وكيف سالكه ينابيع وكيف تفجرت الينابيع وكيف 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 الى ان وصل اليك كأس الماء فهل تسألت من اين جاء فلينظر الانسان الى طعامه قيل بان الخطاب موجه ايضا للكافر الكافر ربما ينكر كل شيء لو انه تذكر فقط مدخله ومخرجه كيف دبره له الله تعالى لا علم بان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ان سببنا الماء صبى اي نزل المطر على الارض بكثرة فالمطر ينزل بالكمية الوافرة التي من خلالها يقوم الزرع ويقتر الضرع ان سببنا الماء صبى ثم شعقنا الارض شقها اي شعقناها للنبات فانبتنا فيها اي اصنافا مصنفة من انواع الاطعمة اللذيذة والاقوات الشهية فانبتنا فيها حبا وهذا الشامل لسائر الحبوب على اختلاف اصنافها حبا وعنبا وقضبا انواع كثيرة من الفواكه والمأكولات الطيبة وزيتونا ونخلا ربنا خص هذه الاربعة العنب والقضب والزيتون والنخل خصهم لكثرة فوائدهم ولكثرة منافعهم وايضا لانتشارهم في كل مكان وحضائق غلبا اي بساتين فيها الاشجار الكثيفة الملتفة وفاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه بالانسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك والاب ما تأكله البهائم والانعام هو التبن ولهذا قال الله عز وجل متاعا لكم ولانعامكم اي هذه الانعام التي خلقها الله تعالى وسخرها لكم فمن نظر في هذه النعم الالهية وجب عليه الشكر ربه وبدل جهده في الاناب اليه والاقبال على طاعته ايها الاحب الكرام انها وصية من السماء الحق عز وجل يأمرنا قبل ان تمتد ايادنا الى الطعام لابد ان ننظر اليه بعيوننا ونتفكره بعقولنا ونتأمله بما رزقنا الله تعالى من ملكات ومؤهلات حتى ندرك نعمة الله علينا فلينظر الانسان الى طعامه انظر مثلا الى كأس الحليب هل خطر ببالك من اين اتى هذه البقرة اين كانت ومن خلقها البقرة هي معمل صامت معمل الغذاء الكامل فيه الكالسيوم والمنغنيزيوم والحديد والفوسفات والفيتامينات ومواد سكرية ومواد دسمة الابقار لا تاكل الا الاب يعني التبن لكنها تخرج لنا منه حليبا طريا اقرأ قول الله تعالى وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرط ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فانت ايها الانسان تأكل اللبن والجبن والقشطة وكل مشتقات الحليب وتتمتع فهل تسألت من سخر لك كل هذه النعم ومن خلق هذه البقرة ذلك المعمل المذهل وانظر ايها الانسان الى تلك الاشجار الباصقة التي فيها التمور وفيها من نعيم الله تعالى الشيء الكثير انظر فقط الى شجرة التمر انها تعيش ستة الاف سنة وهي اطول شجرة معمرة هل لا تفكرت وتأملت في من خلقها ومن ابدعها ومن يسقيها ومن يمدها بالشعاع ومن يمدها بالحياة انها ايات دالة على وجود الحق سبحانه وتعالى اقرأ قول الله سبحانه وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون يأمرنا الله تعالى بالتفكر في تكون الطعام ويأمرنا بالتأمل في بديع تكوينه حتى نقدر نعمه سبحانه جل علاه حق قدرها الطعام هو من بين اعظم النعم التي امتن بها الله تعالى على عباده وهو حتى مقدم على الامن فربنا سبحانه يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ان الايات تتأمل امرا الهيا ربانيا فلينظر الانسان الى طعامه الانسان سواء كان مؤمنا او كافرا عليه ان ينظر الى طعامه نظرة تفكر واعتبار ليرى كيف يسر الله سبحانه وتعالى برحمته وخلق بقدرته الطعام ومشتقاته ينظر نظرة تفكر واعتبار ليرى كيف يسر الله سبحانه وتعالى برحمته وخلب قدرته هذه الأنعام التي تعطينا الطعام وهتلك الأرض وهذه الطبيعة إن المصدر الأصلي لطعام الإنسان والحيوان وباقي الكائنات الحية غير ذاتية التغذية هو النبات والكائنات الحية ذاتية التغذية الأخرى إن النبات وبعض الكائنات الحية الدقيقة هي مصدر الفيتامينات اللازمة لحياة الكائنات الحية والأرض هي مصدر المعادن ومعظم المعادن من الأملاح الضرورية هي لحياة الكائنات الحية أساسية وعلى رأسي الإنسان والنبات والحيوان لقد ربطت الآية الكريمة في إعجاز عظيم عوامل تكوين الغذاء وهي الماء والأرض والنبات وكل ذلك تحدث عنه الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أولا الماء فبدون الماء لا توجد حياة يقول ربنا عز وجل أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون فبدون الماء لا يوجد نبات ثم قال الله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فبدون النبات لا توجد مادة خضرا فأخرجنا منه خضرا وبدون الخضر لا يوجد حبا خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وبدون الماء لا تتم عملية البناء الضوئي ولا يستطيع النبات امتصاص المعادن من التربة ولا يتكون الغذاء فالماء هو أصل الحياة والمكون الثاني هو الأرض فبدون الأرض لا يوجد نبات حتى ولو كان هذا النبات يعيش مائية لا أرضية لأن الأرض هي مصدر المعادن الضرورية لحياة النبات وبدون شق الأرض وتحويلها من أرض صخرية لا تنبت الزرع إلى أرض مفتتة قابلة للتشقق تصلح لزراعة النبات وإنمائه وتوفر له الحماية والغذاء المعدني في صورة داثية فتكوين الأرض الزراعية يمثل نعمة كبرى من النعم التي أنعم الله بها على عباده وتحدث القرآن الكريم كثيرا عن النباتات وذكرها في سياق المدح وتذكير الإنسان لنعم الله عز وجل من بينها قوله سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيض رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج وقال سبحانه وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخيدون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وقال جل علاه وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل فلابد أن نمعن النظر والتفكر في كيفية إيجاد هذا الطعام وإيصاله إلينا من غير حول منا ولا قوة من يشق عنه التراب ويخرجه من الأرض من يجعل من حبة القمح والشعير الواحدة مثلا عددا من السنابل ويجعل في كل صنبلة حبات عديدة من يحفظ البدور في التراب ثم ينبتها ويخرجها وينميها ويجعل من كل بدرة الطعاما مطعمه قال الحق سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرتون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون في هذه الآيات البينات ربنا عز وجل سرد علينا قصة الطعام مفصلة مرحلة مرحلة فينبغي أن ننظر إليها فلينظر الإنسان إلى طعامه لقد ذكر الله عز وجل ألسق شيء بالإنسان وأقرب شيء إليه لينظر إلى هذا الأمر الميسر الضروري الحاضر والمكرر إنه في حددته معجزة عظمى هذا الطعام يتوفر على عناصر مغدية ومقوية تغدي البدن وتنميه وفي عناصر دوائية تدفع عن البدن الأمراض والأسقام فرب العباد جعل الطعام غداء ودواء وانظر إلى أشكالها وأصنافها وألوانها الجميلة البهية التي تسر الناظرين وتفتح شهيتهم لتناولها فلو كان الطعام شكلاً واحداً ولوناً واحداً وصنفاً واحداً فلربما ملته نفس الإنسان فهل نظرنا وتفكرنا في هذه الأصناف والألوان من الأطعمة التي خلقها الله تعالى لنا وهل تفكرنا كيف جعلها الخالق أصنافاً وألواناً وأشكالاً متنوعة مع كونها كلها تخرج من التراب وتسقى من ماء واحد فكيف تتعدد وتتنوع أشكالها وألوانها الماء الذي تسقى به وتنبت به وتنمو به واحد فكيف يحصل هذا هل تفكرنا سبحانك سبحانك ما أعظم شعنك سبحانك يا من قلت تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وبالإضافة إلى أصناف الطعام التي يخرجها ربنا من الأرض هناك أنواع أخرى من الطعام أودعها الله في البحار من مختلف أشكال وأصناف الأسماك قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز وهو الذي سخر البحر لتاكل منه لحم طارية وتستخرج منه حلية تلبسونها وبالإضافة إلى أصناف الطعام لننظر إلى أصناف أخرجها الله تعالى من بطون بعض الحيوانات والحشرات كاللبن الذي يخرج من بين فرط ودم وكالعسل الذي يخرجه الله تعالى من بطون النحل كما قال جل جلاله وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسنكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها يا ترى هذه الأكلة أو الشربة لو فقدها الإنسان كم يدفع فيها لو أنه في مكان صحراوي حار لا ماء فيه ويريد شربة ماء كم سيدفع في هذه الشربة كم الثمن يعطيه لمن يمده بشربة ماء فقد سئل ملك من ملوك بن أمي عن ذلك لو منعت شربة ماء كم تدفع فيها فقال أدفع فيها نصف ملكي وقيل له لو شربت هذه الشربة فلم تخرج منك فحبس عنك البول فكم ستدفع لإخراجها قال أدفع ملكي كله إنه يدفع في شربة ماء واحدة نصف ملكه وفي إخراج هذه الشربة من جسده يدفع ملكه كله فكم ثمنوا هذه الشربة إذن فهل نحن دفعنا هذا الثمن لله تعالى إن الله تعالى يرضى من العبد فقط أن يقول الحمد لله رضي منه أن يشكره سبحانه تبارك وتعالى ففي الحديث إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها انظروا إلى كرم الله سبحانه كيف تفضل علينا بهذه النعم وألهمنا الشكر والحمد ثم يرضى منا على ما هو فضله منه فسبحان الله العظيم وله الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجه ولعظم سلطانه فاللهم أوزعنا أن نشكرك شكرا يليق بجلالك وأوزعنا أن نحمدك حمدا يليق بعظمتك اللهم اجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا لك من الحامدين واجعلنا لك من العابدين آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة